تجمع عشرات النازحين الفلسطينيين بأحد شوارع مدينة غزة لمحاولة الحصول على وقبة تسد جوعهم بعد الفرار من شمال القطع تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 60 ألف فلسطينيين من شمال القطع إلى مدينة غزة في الأسابيع القليلة الماضية حول آنية طعام بأحد شوارع مدينة غزة يتجمع عشرات النازحين الفلسطينيين من مخيمي جاباليا وبيت لاهيا لمحاولة الحصول على وقبة تسد جوعهم وجوع أفراد عائلاتهم التي فرت من شمال غزة مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلية هجومه الموسع عقب انتهاء عملية التوزيع تجمع أطفال حول الآنية الفارغة تقريبا للاعقي ما تبقى فيها من طعام بعد أن تدافع رجال ونساء وهم يحملون آنيتهم للحصول على بعض الطعام الذي توزعه إحدى المنظمات الإغاثية هؤلاء النازحون يقيمون في مخيم شيد داخل ملعب كرة القدم بحي اليرموك وتعيش فيه الآن مئات العائلات التي أكبرت على ترك منازلها وملاجئها في جباليا طلعونا من بيوتنا وفيش يعني كل إشغالها نعايشنا على التكيات نعني كل يوم برق نجيب طريق من التكيات وهجروا كل غزة غز هجروها الشيخ رضواني جباليا تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من ستين ألف فلسطينية من شمال القطاع إلى مدينة غزة وذلك في الأسابيع القليلة الماضية لكن التقديرات تشير أيضا إلى بقاء نحو أربعمائة ألف شخص هناك وتقول الأمم المتحدة أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في شمال غزة تخاطر بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين ما قد يرقى إلى جرائم وحشية إسرائيل أمرت جميع سكان الثلث الشمالي من غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا في الأسابيع الأولى للحرب وكررت هذه التعليمات الشهر الجاري